بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا فيكم معكم الأستاذ بدر الفهيد درس جديد من دروس التربية بدنية والدفاع النفس الوقفة المتوازية والاستعداد اثنين امتداد الدرس السابق أخذنا واحد واليوم نأخذ اثنين قبل ما نبدأ في درسنا نرجع ونكرر دائما وأبدا مقطلبات ومارسة النشاط البدني بشكل صحيح الراحة الكافية الراحة الكافية النوم الكافية التغذية السليمة اللبس الرياضي المناسب المكان المناسب والآمن الإحماع المناسب قبل النشاط شرب الماء قبل واثناء وبعد النشاط درسنا اليوم عن تيكواندو نبدأ قبل ما ندخل في درسنا نبدأ ايش ممتازين احماء نبدأ اولا تنتمري في الاحماء المشيئة البسيطة في المكان ممتاز مشيئة بسيط تنتمري استعد ابتدي واحد اتنين ثلاث اربع أحسن تنين ثلاث اربع ممتاز اثنين ثلاث أربع احسن اثنين ثلاث أربع احسن اثنين ثلاث أربع آخر مرة جماعة قف امتازين خد نفس شهيق زفير خد نفس ثاني مرة ثانية التمليل الثاني نفس التمليل الأول بس الجري في المكان شوي أسع من كده التمليل استعد ابتدي واحد اثنين ثلاث أربع احسن اثنين ثلاث أربع امتاز اثنين ثلاث أربع واحد اثنين ثلاث أربع واحد اثنين ثلاث أربع احسن اثنين ثلاث أربع ممتاز اثنين ثلاث أربع نفس اثنين ثلاث أربع احسن اثنين ثلاث أربع احسن اثنين ثلاث أربع ممتاز 2 3 4 أحسن 2 3 4 ممتاز 2 3 4 ممتاز 2 3 4 أحسن 2 3 4 آخر مرة جماعة قف ممتازين قد نفس شهيق وزفير ممتاز أكثر مرة ثانية أحسنت ممتاز مرة ثالثة التمرين الثالث الزراعين جانبا تحريك الزراعين من الخلف إلى الأمام تمرين استعد ابتدي 1 2 3 4 أحسن 2 3 4 1 2 3 4 أحسن 2 3 4 1 2 3 4 أحسن 2 3 4 أحسن 2 3 4 ممتاز 2 3 4 شد دراعين أحسن 3 4 أمتاز 2 3 4 أحسن 2 3 4 أمتاز 2 3 4 أحسن 2 3 4 آخر مرة جماعة قف أحسن 2 4 أحسن 2 3 4 أحسن 2 3 4 أحسن 2 3 4 ثنين ثلاث أربع ممتاز ممتاز ثنين ثلاث أربع أحسن ثنين ثلاث أربع ممتاز ثنين ثلاث أربع آخر مرة جماعة قف نزيت رعين قد نفس ممتاز مرة ثانية أحسنت مرة ثالثة التمرين الثالث وضع الزرعين في الوسط ممتاز تمرين رابع أحسنت تمرين خامس ممتاز تمرين استعد ابتدي واحد ثنين ثلاث أربع أحسن ثنين ثلاث أربع أحسن ثنين ثلاث أربع أثني ثنين ثلاث أربع أحسن ثنين ثلاث أربع أثني ثنين ثلاث أربع ممتاز ثنين ثلاث أربع أثني ثلاث أربع أحسن ثنين ثلاث أربع أمتاز ثنين ثلاث أربع أخر مرة جماعة قف ممتاز خد نفس ممتاز مرضو خد نفس أحسنت مرة ثالثة التمرين السادس التمرين استعد طال Ü$ tres احسنت دمتم ممتاز ثلاث أربع أعلى ترجمة آخر مرة جماعة قف امتازين اخذ نفس مرة ثالثة وخلصنا الآن يا عزائي أحبابي من الاحما احنا لا بتطعش نسوي نراجع مع بعض الدروس الماضية مع بعض جاهزين يلا مع بعض نراجع الدروس الماضية ارتداء الزي الرسمي لرياضة التايكوندو ربط حزام التايكوندو وقفة الانتباه مواسجي أداء التحية غلق قبضة الرياض بالطريقة الصحيحة ارتداء الزي الرسمي لرياضة التايكوندو ارتداء زي الرسمي هذا زي الرسمي كما قلنا من سترة وبنطال وحزام ممتاز يرى عند ربط الحزام ما يلي طي الحزام إلى نصفين متساوين وضع منتصف الحزام فوق منطقة البطن مبآشرة وتثبيتها سحب طرفي الحزام إلى الخلف لتتقاطع مع بعضها البعض يعادة نهاية الحزام إلى الأمام ربط الحزام بسلاسة فوق البدلة دون التشواء ينبغي أن يكون الطرفي الحزام من الأمام بنفس الطول تمرير أحد طرفي الحزام من أسفل طبقة الحزام الملاصقة للبدلة ربط عقدة عقدة باستخدام الطرف الحزام إذا عملنا كل هذه الخطوات يطلعنا هذه الانتيجة الطرفي متساوية هذا ربط الحزام الطرفي متواسية من الجهتين ممتاز هذه الخطوات ربط الحزام الخطوة الأولى الثانية الثالثة الرابعة ممتاز ما خدنا بعد ربط الحزام قلنا وقفة الانتباه مواسجي ممتاز قلنا وقفة انتباه مواسجي هي أحدى الوقفات الأساسية في رياضة التايك واندو التي يؤديها الطالب عند أداء التحية وهي من الوقفات المغلقة وتؤدى وفق الشروط الفنية التالية واش قلنا الشروط تركز مع بعض تلاصق القدمين توزيع وزن الجسم على القدمين بالتساوي استقامة الرقبتين انتداد الذرعين بجانب الجسم مع قبضة اليدين بالطريقة الصحيحة ومن لاصقتهما الفخذين الرأس مرفوع عاليا النظر إلى الأمام مواسجي مع بعض مع بعض هذه مواسجي لكي لا ننسى ممتازين تحية تايك واندو الآن تحية كونجي هي أحد الأوضاع الرئيسية في رياضة التايك واندو وتمثل الاحترام المتبادل بين الطالب ومعلمه وبين الطالب وزميله الأعلى في درجة الحزام وتؤدى في بداية والنهاية الوحدات التعليمية وتنفذ منظر الانتباه مواسجي كما يلي أول خطوة الميل للأمام ولأسفل بزاوية قدره 45 درجة الميل ببطء للأمام ولأسفل الميل من الوسط الخسر مع الحفاظ مع الحفاظ على الظهر مستقيم الحفاظ على ثبات وضع الرأس والعينين الحفاظ على تلاصق القدمين الحفاظ على امتداد اليد والذراعين بجانب الجسم الحفاظ بتقل الجسم موزعين على القدمين بالتساوي الثبات في وضع الميل لمدة من ثانية إلى ثلاث ثواني العودة ببطء إلى وضع البداية انا واقف واقف انتباه موصجي موصجي ما ننسى ممتاز انا واقف موصجي اسوي اللي هي التحية كونجي اوكي موصجي كونجي ممتازين التكويندو قلنا التكويندو فيه شيء مهم وأساسي اللي هي قبضة اليد لازم تصير ممتازة غلق قبضة اليد بالطريقة الصحيحة قبضة اليد هي سر قوة الضربة في رياضة التكويندو لذلك يجب أن تكون القبضة محكمة محكمة الغلق حتى تؤدي الضربات بالشكل الصحيح ولا تقع لصابات ويرعى ويرعى عند غلق القبضة مهالية كونجي قلنا فتح الكف كامل قبضة طلافة صابع اليد الأربعة حتى تغطي الأظافر قبضة الابهام بشكل محكم فوق صبعي السبابة الوسطى واضحة سويها الحين نشوف مع بعض هذا الكف الاسع عندي قبضة ممتاز مرة ثانية ممتاز عشان ما ننسى ممتاز بعد ذلك نروح على الوقفة المتوازنة نارهيني السوجي خذناها الدرس الماضي وهي الوقفة المتوازنة نارهيني السوجي وهي إحدى الوقفات الأساسية في رياضة التيكواندو ويديها الطالب أثناء تلقي التعليمات أو الشرح من المعلم ممتاز وتؤدى كما لي تحريك الرجل اليسرى إلى الجانب الأيسر بحيث تكون القدمين متباعدتين بقدر عرض الكتفين اتجاه القدمين للأمام في خط مستقيم متوازي اتجاه مشطي القدمين للأمام والكعبين على خط أفقي واحد مدر ركبتين توزيع وزن الجسم على القدمين بالتساوي استقامة الجذع والجسم عمودي على القدمين على الوقفة المتوازنة نرهين السوجي نرجع نشوف كيف الآن أنا واقف وقفة انتباه سوينا التحية نرهين السوجي طبعا أنا أوقف الوقفة هذه أستعد أطلق التعليمات من المعلم مثلا ممتاز أنا هنا مستعد مستعد أتعلم أي حاجة هذا وقفة التعليم أساس واضح ممتازين درسنا اليوم درسنا اليوم هو وقفة استعداد جنبي السوجي خذنا الوقفة الأولى وهذا وقفة الثانية هذا اتداد للدرس السابق وقفة استعداد جنبي السوجي هي أحد الوقفات الرئيسية في التيكوندو والتي تؤدى من وقفة متوازية نرهين السوجي وتؤدى في بداية ونهاية المسار الحركي للبومسي وعند أداء المهارات الفنية ويراعة عند الأداء ما يلي شفتوا خطوات كيف ثاني المرفقين الداخل مع تحريك الكافيين المفتوحين حتى أعلى البطن في ناس توقيت تحريك الرجل اليسرى للجانب غلق القبضتين مع قلبهما ومد المرفقين الأسفل حتى مستوى الحزام على المسافة بين القبضتين وبين القبضتين وبين القبضتين والبطن قدر قبضة واحدة توزيع الجسم على القدمين بالتساوي تتجه القدمين للأمام على خط أفقي واحد استقامة الجذع والنظر الخلف واضح نعيد مرة ثانية ثاني المرفقين للداخل مع تحريك الكافيين مفتوحين حتى أعلى البطن في نفس توقيت وتحريك الرجل اليسرى للجانب غلق القبضتين مع قلبهما وكبهما ومد المرفقين لأسفل حتى مستوى الحزام المسافة بين القبضتين والبطن قدر قبضة واحدة توزيع وزن الجسم على قدمين بالتساوي تتجه القدمين للأمام وعلى خط أفقي واحد استقامة الجذع والنظر إلى الأمام الآن نطبقها مع بعض أنا واقف ووقفة انتباه هذه الوقفة متوازنة الأولى تمام ممتاز نعيد مرة ثانية الآن درسنا اليوم واضح ممتاز مرة ثانية نعيد مرة ثانية واضح ركز معي خد نفس ركز معي الآن واقف أحرق رجل يسار معي دين أتوقع الآن صارت أسهل صح؟ يلا مع بعض مرة ثانية ممتاز 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 نراجع الآن مع بعض درسنا كامل مع بعض أخدنا أول شيء تدائز رسمي دات تاكواندو وقلنا يتكون من ثلاث أقسام اللي هي السطرة والبنطلون والحزام ووقفة انتباه معسجي وكنا عارفين وكررناها كثير اللي هي هذه وقفة انتباه اللي هي تكون جالس بداية أي شيء سويه أداء التحية اللي هي كونجني تمام غلق قابلت اليد بالطريقة الصحيحة الوقفة المتوازنة نرهينا السجي ثم درسنا اليوم وقفة السجدات جنبي سجي تمام نشكركم حسنا للإجتماع وإن شاء الله أنكم استفدتوا زي ما أنا استفدت موجودكم معي ونشوفكم في دروس ثانية مرة ثانية